عايزين بقى كمان قبل ما نطلع لفقرتنا اللي كنا بنتكلم مع حضراتكم عليها في بداية الحلقة ازاي الام اللي بتفكر بعد ما انفصلت عن زوجها بالطلاق او حصل وفاة مثلا للزوج وعندها اطفال وحابة ان هي تكمل الحياة وتكمل مسيرة الحياة وتتجوز ازاي تهيأ بأولادها لتقبل المرحلة الجديدة تتقبل لفكرة ان الامة تبقى عروصة وهيبقى فيه زوج وهيبقى فيه بمثابة أب ليهم مثلا ازاي تهيأ الولاد ده وتوصل بيهم الى ان هم يحتفلوا معاها في الفرح ده شق او رحلة الحياة مسهلة ابدا يعني ولكن هنعرف بعض الفاصل ان شاء الله زادت حق ولكن عندنا برضو لقطة لطيفة او فكرة حلوة اوة عايزين نتكلم بحضراتكم عليها دايما بيقول او بنقول ان الحياة بتبدأ فعلا بعد الستين ومشاء الله بقينا ده نشوف ستين سنة وسبعين سنة ومشاء الله وناس بتعمل رياضة وناس لها هويات لطيفة جدا لها دور مجتمع بينزل لدر ايتام بنلاقيه بيشتغل بنلاقيه بينتج بنلاقيه حتى بيرعب رياضة وبيروح الجيم وبقينا نشوف حاجات كده حلوة جدا يعني كل التقارير الطبية بتتكلم عن التأثير الايجابي على صحة الانسان بعد سن التقاعد بسبب الرياضة كل ما يبقى فيه الرياضة كل ما يبقى فيه هوايات حلوة كل ما يبقى فيه نشاط اجتماعي كل ما يبقى فيه حاجات فيها انتاجية واحساس بالطاقة الايجابية كل ما تبقى الحياة احلى بعد سن الستين واحدة من الدراسات بتقول ان التقاعد بيخلص الانسان من مخاطر الاصابة بامراض القلب والسكر والوفاء المبكرة يعني هتطلع معاش على ستين حاجة وستين ابسط قدامك دلوقتي فرصة انك انت تتجنب هذه الامراض وهذه المخاطر ولكن بشرط ان احنا محتاجين نشوف ازاي نعيشها صح بعد الستين نشوف التقارير ونرجع نبدأ حوار مع التقدم في العمر يبدأ الانسان في ملاحظة التغيرات في جسمه وكيف تؤثر بعض الانشطة عليه اذ ربما يجد انه من المتعب الوقوف لساعات طويلة وهما يعد عبءا ثقيلا عليه لكن ممارسة الرياضة واتباع نظام غزائي متوازن يجعل الشخص الستيني مزدهرا وتعد ممارسة التمرينات الرياضية بصفة ممتزمة هو امر مهم لاي فئة عمرية ولكن تصبح اكثر اهمية عندما يصل الشخص الى الستينات من العمر حيث يحتاج الجسم الى الحركة والنشاط البدني ليساهم في تقليل مخاطر هشاشة العظام وضمور العضلات والمشكلات الصحية المرتبطة بالعمر مع تحسين التمثيل الغزائي والنوم كما ان الخمول وقلة الحركة خاصة عندما يتقدم جسم الانسان في السن يمكن ان يزيد من خطر الاصابة بالسمنة وداء السكري والسكت الدماغية وامراض القلب والاوعية الدموية والخرف ولذلك فينبغي الحرص على ممارسة التمارين الرياضية لمدة تتراوح ما بين 20 الى 30 دقيقة يوميا او معظم ايام الاسبوع مع ملاحظة ان المشي يمكن ان يكون من بين اسهل انواع التمارين التي يمكن ممارستها بانتظام من مصر طارق احمد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة